سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة 16 كيف تكون سبيل؟ أهلاً لكم أهلاً لكم أخطيكم جميلة ومذكرين كويسة المرة الفاتد قلت قلت أن في يوم الأحد بولس وزملانوا يتلموا مع المؤمنين من أهل ترواص عشان يقلوا مع بعض وعشان بولس يوعزهم ويرشدهم بولس كمان فعلاً بده داريس طويل استمر لغاية طلوا على الفجر لأنه كان مسافر في الصباح وشفنا إنه كيف مسى الشقاب اللي نعيس ونام ووقع من الطابق الثالث أثناء الدرس ومات وأحياه بإذن الله ده كلام صح أها يا جماعة حصلت حاجة غريبة شوية بخصوص رحلة بولس وزملاءه للقدس لأنه مع إنهم حيسافروا لها مع بعض لكن في المرض دي بولس طلب من زملاءه إنه يسافروا بالبحر ويقابلوه في ميناء سوس أما هو فتحرك لهناك بالبر وهناك قابل زملاءه تاني وركب معهم السفينة وتوجهوا كلهم لميناء متلين ووصلوها وتحركوا منا وفي تاني يوم وصلوا لجزيرة خيوس وبعد قيام منا وصلوا لجزيرة ساموس ومنها وصلوا سفرهم لغاية ما وصلوا لميناء ملتيس وده كان في اليوم الرابع لكن بولس يا جماعة في المرة دي ما كان مخطط إنه يقضي أي وقت في مدينة أفاسوس عشان ما يتأخر هناك وقام تجاوزه مع إنه كان عنده فيها أصحاب لكن لأنه كان عايز يواصل سفره طوالي عشان يصل للقدس قبل وبولس مع إنه تجاوز أفاسوس ونزل مع أصحابه في ملتيس لكن ما نسى أصحابه فيها عشان كده يرسل لشيوخ المؤمنين في أفاسوس عشان يقابلوه ولما وصلوا قال لهم السلام عليكم يا إخواني طبعا أنتوا عارفين الطريقة اللي كنت بتعامل بها معاكم في كل الفترة القضية بينكم في منطقة إيزيا وكنت بخدم السيد المسيح عليه السلام بتواضع كنت بخدمه وبزرف الدموع وبتحمل الألم والمؤامرات والمحن اللي مرت بيها ودبراه لي اليهود لكن معا كذا ما كنت ببخل عليكم بأي شي فيه فائدة لكم وإنما كنت بأعمل لكم دروس الإرشاد في الأماكن العامة وكنت بتنقل من دار لدار كمان وبدعوا الجميع من بني إسرائيل وغيرهم بدعوهم يرجعوا يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بسيدنا عيسى دلوقت أنا ملزم بالسفر للغدس حسب توجيهات السر الإلهي وما عارف اللي حيحصل ليه هناك بالضبط لكن السر الإلهي كان بيهريني في كل مدينة أمر بيها إني حتعرض للمشاكل وتسجن هناك وأحب أوضح ليكم إنه دماء مهم حتى لو مت حياتي ما مهمة كثير لكن الأهم هو إني أكمل وقت بفضل الله وعونه العمل اللي كلفني به سيدنا عيسى عليه السلام واللي هو تبلغ الناس برسالة الإيمان وتبشيرهم بالمملكة الربانية اللي حدستكم عنها وعن معب الله بها للمؤمنين أنا حبيت أتكلم معاكم هنا لأنني عارف إنه دهي آخر مرة أقابلكم وتشوفوني فيها أنا قعدت معاكم وأرشدتكم لطريق الله بمجهود وبدون أي تراخي عشان كده دلوقتي بقول لكم إذا ضل أي واحد منكم وهلك أنا ما مسؤول منه لأنني ما قصرت في تعريفكم بكيف ترضو الله عشان كده دلوقتي بطلب منكم وبرجوكم أنه تحافظوا على نفوسكم وتحافظوا على كل الرعية اللي بيسروا أمنكم إياهم لأنه أحباهم لدرجة إنه أفداهم بروح حبيب المسيح وأنا عارف إنه بعد رحيلي حيجوا دجالين ومنافغين يغدروا بالرعية زي الزئاب المفترسة اللي بتهدد حياة الحملان وحيدخلوا أحدين بيناتكم ويحرفوا الحق ويخدعوا المؤمنين عشان يتبعوهم ويضلوا عن الطريق الغويم عشان كده أحزروا ويحترسوا وخليكم حريصين ووعيين ويذكروا إنه لمدة ثلاث سنوات كاملة ما وقفت عن إنزاروا نصيحة أي واحد منكم وكتبت أسروا بزرفة دموع ليل ونهار يا أحباء أنا بلغتكم برسالة الله وإن اتبعتوها بدقة وإخلاص بلا شك حتقوا في الإيمان وتفوزوا بحياة الخلود مع الخصاهم الله بالصلاح أنا بقول لكم الكلام دا لأني حفارقكم وأترككم في أمان الله وحفظه وكمان أحب أوضح لكم إنه ما كان أندي طمع ولا رغبة في مالكم أو مجوهراتكم أو أي كسوة منكم وزي ما عارفين كنت بشتغل بيدي عشان أتحمل نفقاتي ونفقات زملاني اللي كانوا معاي في الدعوة ووضحت لكم كيف إننا لازم نجتهد ونعمل لمساعدة المحتاجين وفي الخصوص دا يا أحباب لازم تتذكروا حكمة سيدنا عيسى عليه السلامة البليغة القال فيها إن البركة في العطاء أعظم من البركة في الأخذ والله يا خلت صفية أنا بتذكر إن قريت إنه بولس بعد ما انتهى من كلامه المؤسر دا إنحنوا كلهم خضوء لي الله صح وصلوا والشيوخ المؤمنين بكوا كلهم بك شديد وحضنوا واحد بعد التاني دا كلام صح وكانوا حزنانين حزن شديد لأنهم عرفوا من كلامه إنه ما حيشوفوا تاني وقاموا مشوا معاو لغاية سجالة السفينة وهناك ودعوا بالدموع والدعوات دا كلام صح وبعد ما بولسوا زملائه ودعوا الشيوخ المؤمنين في ميناء ميليتس واصلوا سفرهم بالبحر لجزيرة قوش وتاني يوم من وصولهم ليها قاموا سافروا الجزيرة ترودس ومنا قاموا مشوا لميناء باترة وهناك لقوا ليهم سفينة مسافرة لثنيقية وريقبوها وفي أثناء الرحلة شافوا جزيرة قبرص وكانت في شمالهم وواصلوا سفرهم ونزلوا من السفينة في ميناء سور لأن السفينة كانت عايزة تفرر حمولة هناك وفي سور لقوا بعض أخوانهم المؤمنين وقاعدوا معاهم لمدة أسبوع والسر الإلهي كشف للمؤمنين في سور أن بولس حيعرض نفسه للخطر إذا سافر للقدس عشان كده يترجوه ما يمشي ليها لكن يظهر أن بولس ما كان خايف ولا مهتم وبعد سبع يوم بولس وزملاء قرروا أنه يواصلوا رحلتهم والمؤمنين بزوجاتهم وأولادهم ماشوا معاهم لغاية السفينة وهناك على الشاطي إنحنوا وصلوا مع بولس وزملاءه وودعوهم ورجعوا لبيوتهم أهاو بولس هم رافقين ورجوا السفينة وتبجهت بيهم لي عكا ولما وصلوا عكا نزلوا فيها وقابلوا أخوانهم المؤمنين هناك وسلموا عليهم وقدوا معاهم يوم وفي تاني يوم قام مسافروا لميناء قيصرية اللي كانت بتقع في فلسطين الحالية وهناك نزلوا ضيوف عند الداعي المبشر فيليب وفيليب ده كان عنده أربع بنات مامة زويات وقال له وهبنا القدرة على التنبؤ وكمان كان واحد من السبعة اللي اختاروهم المؤمنين لتوزيع الإعانات الغذائية على الأرامل تتذكروا الحتة دي؟ هاو بعد أيام من إغامة بولس وزملاءه مع فيليب جاهم من منطقة يهوزة راجل اسمه أغابوس وهبوا الله على القدرة بالتنبؤ برضه أغابوس دي جماعة أخذ حزام بولس وقيت به يدينه ورجلينه وقال السر الإلهي بقول إنه بني إسرائيل في الغدس هيسلموا صاحب الحزام ده للأجانب وحيكون السبب في تقييده بنفس الطريقة الآن قاية تباها نفسي دي وأصحاب بولس والمؤمنين اللي في القيصرية لما سمعوا الكلام ده كلهم منزعج جدا وبيقوا يترجوا في بولس إنه ما يسافر للغدس لكن بولس كان متماسك وقال ليهم أنتوا ليه تبكوا تحاولوا تأثروا فيني أنا مش مستئد للجاد والسجن بس أنا مستئد للموت في الغدس كمان في سبيل سيدنا عيسى عليه السلام ولما كلهم شافوهم وصر وعرفوا إنهم ما هيقدروا يقنعوه قاموا قالوا ليه والله إذا كان ده أمر الله فلله ما كان أها وبولسوا زملائهم استعدوا وستفوا عفشهم وبدوا سفرهم بالبر للغدس وانضموا ليهم في الرحلة دي مؤمنين من قيصرية وكان من ضمنهم راجل اسمه مناسون مناسون ده كان قبرصي من بن إسرائيل وكان من أول الناس اللي آمنوا بالمسيح أهال راجل ده قام ساق بولس وزملائه ونزلهم معاه في بيته وفي القدس المؤمنين استقبلوا بولس وزملائه ورحبوا بيهم بفرح شديد وفي تاني يوم بولس وزملائه قاموا مشوا عشان يزوروا يعقوب أخو سيدنا عيسى اللي هو واحد من أهم شيوخ المؤمنين في القدس لما وصلوا عنده لقوا شيوخ المؤمنين مجتمعين هناك وبولس وزملائه سلموا على الحاضرين وبعد كده بولس حكى ليهم بالتفصيل عن كل العمل القام به بفضل الله وعونه لنشر الدعوة بين الشعوب المختلفة والحاضرين لما سمعوا كلام بولس ده ومجهودوا في الدعوة حمدوا الله وشكروه وبعد ذاك قاموا قالوا لي بولس يا أخون الكريم أنت سيد العارفين أنه في كثيرين بالألاف من بن إسرائيل آمنوا لكن هم منحازين للتوراة ويفتكروا حسب ما سمعوا إنك كنت بتقول ليهود العايشين برا ما تطهروا أولادكم حسب نصوص التورا وما تتبعوها وما تتصرفوا حسب عاداتكم القديمة وبالتأكيد مؤيدنا التورا ديل حيعرفوا إنك جيت هنا وحيغضبوا عليك طيب الحال شينو؟ أيوة بالتأكيد عشان كده نصيحتنا ليك هي إنه في أربع رجال هنا على كل واحد منهم نزر لازم يوفيه أنت قوم سوق الجماعة ديل وطهر نفسك معاهم وادفع ليهم عشان يحلقوا شعارهم وقدموا طبايحهم وبكده يكون كل واحد فيهم وفى نزرهم وكل الناس حيعرفوا إنه الكلام اللي سمعوه عنك ما كان صاح لأنك اتبعت اللي ولد في التوراة أيوة أيوة فعلا وفي نقطة تانية هنا كمان إنه المؤمنين الغير يهود ديل نحن رسلنا لهم فتوى تحرم عليهم أكل لحمة الغرابين المقدمة للأصنام وتنهاهم عن الزنا وعن أكل لحمة الحيوانات المخنوقة وعن أكل كل ما فيه دم هيا يا جماعة ده كان خطام الجدد 16 في المرة الجاية بإذن الله نواصل إيه رأيكم تحية زروق إيه رأيك توماتر شخدين